بسم الله الرحمن الرحيم كنا في المحاضرة السابقة قد بدأنا الحديث عن أحكام همزة الوصف والقطع وقلت لكم إن ضبط أحكام همزة الوصف والقطع تعتمد في الدرجة الأولى على معرفة نوع الكلمة هل هي من الحروف أم من الأسماء أم من الأفعال وانتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث عن أحكامها في أوائل الحروف وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن أحكام همزة الوصف والقطع في أول الأسماء لأن عرفنا أن همزة الوصف والقطع هي الهمزة التي تقع في أوائل الكلمات إذن سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن حكم همزة الوصف والقطع في الأسماء لضبط القاعدة حتى تعرف متى تكتب الهمزة في أول اسم همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع لابد أن تعرف هل هذا الاسم الذي في أوله الهمزة مصدر أو غير مصدر في هذا اليوم سنتحدث عن همزة الوصف والقطع في أول الأسماء التي ليست بمصادر وسنؤجل الحديث عن المصادر مع الأفعال لأنها مرتبطة بها ولكن في البداية نود أن نعرف ما الفرق بين الاسم الذي هو مصدر والاسم الذي هو ليس من المصادر معنى المصدر هو الكلمة التي تدل على الحدث الذي يقع عند قيامك بالفعل لذلك حين تقوم بالفعل أكل مثلا فإن الذي يحدث هو الأكل أكلا لذلك أكل أكلا نسمي هذه الكلمة نسميها مصدر لأنها تدل على الحدث الذي وقع عند القيام بالفعل نجرب الآن اختلف هذا فعل لكن لو أردنا المصدر سنقول اختلف اختلافا واستخرج استخراجا هذه الأسماء مصادر وسوف نؤجل الحديث عنها إن شاء الله تعالى لنتحدث عنها مع الأفعال لأن القاعدة في المصادر وفي الأفعال واحدة إذن المصادر ليست أفعال وإنما هي من الأسماء وإنما أجلنا الحديث عنها لنتحدث عنها مع الأفعال لأن القاعدة في الأفعال والمصادر واحدة وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنضبط قاعدة الأسماء التي ليست بمصادر تذكرون في القاعدة التي ذكرناها في الحروف أن نقول جميع الحروف تكتب بهمزة قطع إلا حرفا واحدا قاعدة الأسماء غير المصادر قريبة جدا من ذلك وهو أن سنقول جميع الأسماء المبدوء بهمزة تكتب همزتها همزة قطع ثم نقول أيضا ما عداء ولكن سنستذني هذه المرة عددا من الأسماء وليس اسما واحدا الكلمات المستذنة تكتب بهمزة وصل وما عدى هذه الأسماء فإنه يكتب بهمزة قطع إذن الأصل والقاعدة هو أن تكتب الهمزة في الأسماء غير المصادر همزة قطع ما عدى الكلمات الآتية الكلمة الأولى كلمة اسم والطلاب يقعون في خطأ كبير في هذه الكلمة حين يكتب على ورقة الإجابة اسم الطالب يضع همزة همزة قطع في حين أنه يجب أن تكتب بهمزة وصل هكذا اسم وعندنا كلمة ابن ابن تكتب أيضا بهمزة وصل وعندنا كلمة ابنه ابنه تكتب بهمزة وصل وعندنا امرأة وعندنا اثنان واثنتان هذه الكلمات مستثنى هي أشهر الكلمات المستثنى من هذه القاعدة إذن جميع الكلمات المبدوعة بهمزة تكتب همزتها همزة قطع ما عدا اسم ابن لاحظ الهمزة همزة وصل ابنه الهمزة همزة وصل امرأ كقولك امرأ القيس امرأة اثنان اثنتان ويضاف إلى هذه الكلمات الخمس المثنى منها أيضا لذلك اسم واسمان المثنى فقط أما الجمع فسيأتي أنه همزة قطع بعد قليل إن شاء الله تعالى ابن ابنان ابن ابنتان وامرأ امرآن وامرأة امرأتان طبعا قلنا مثنى هذه الأسماء الخمسة لأن اثنان واثنتان مثنى أو ملحق بالمثنى لذلك تحدثنا عن هذه الكلمات التي تكون الهمزة فيها همزة وصل كما ترون من الأسماء وما عداها طبعا أشهر الكلمات وما عداها فإنه يكتب بهمزة قطع ونبه فقط هنا إلى أن الحكم لا يختلف حين نقول اثنان أو نقول اثنين ولا يختلف حين نقول اثنتان أو نقول اثنتين حسب موضع هذه الكلمة من الإعراب فإن الهمزة همزة وصل كما ترون إذن قاعدة الأسماء غير المصادر تقول جميع الأسماء المبدوئة بهمزة تكتب همزة وهمزة قطع ما عدا هذه الأسماء وهي أشهر أشهر الأسماء المستثنى لذلك لا بد أن تعتمد هذه القاعدة ولاحظ معي أن ضبط قاعدة همزة الوصل والقطع أذكرك مرة أخرى بأنها تعتمد على تحديد نوع الكلمة هل هي من الأسماء أم من الأفعال أم من الحروف وإذا كانت الكلمة من الأسماء فإنه يجب عليك أن تعرف هل هي من المصادر أو من غير المصادر لاحظ المصدر هو الكلمة التي تعبر عن الحدث الذي يقع عند القيام بالفعل وسوف ندرسها مع الأفعال فيما عدا المصادر جميع الأسماء مبدوئة المبدوئة بهمزة تكتب همزة وهمزة قطع ما عدا هذه الأسماء نلتقي في درس قادم إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر